قد يحتاج البعض الكثير من الوقت لتحديد ما هي المواصفات التي يريدها في جهاز ما على غرار التلفاز وعند الشراء فإن الاحتمالات الكثيرة تجعل من الصعب اتخاذ الخيار المناسب يعني التلفاز لم يعد مجرد شاشات بسيطة بل أصبح مثل الكمبيوتر العملاق في المنزل فيه الكثير من الميزات التي تجعل الاختيار الأمثل واتخاذ قرار الشراء صعبا جدا لذلك سنحاول اليوم التعرف على أفضل الخيارات عند شراء تلفاز جديد وما هي أبرز المعايير التي يجب أن نرعيها عند الشراء بما يتناسب مع متطلباتنا كل هذا وأكثر مع ضيفنا الخبير التقني المهندس غياث عمري أهلا ومرحبا بك معنا أهلا وسهلا فيك ويساعد أوقاتكم جميعا وأوقات مشاهدي الكرام يعني بداية غياث ما هي المعايير التي لا بد أن نفكر فيها ونرعيها بمجرد أن نفكر باقتناء تلفاز جديد أول شيء مثل ما تفضلت حضرتكم شاشات التلفزيون أصبحت من الأمور المهمة جدا في حياتنا العصرية في الوقت الحالي وخصوصي مع اتصالنا مع الانترنت وأجلسنا الزكية لذلك سنحط معايير أساسية وقت نختار الشاشة على حسب متطلباتنا ومن أهم المعايير الموجودة لاختيار الشاشة المناسبة لمتطلباتنا هي نوع الشاشة المستخدمة بغض النظر عن الماركة طبعا نعم أو الشركة المصنعة وأيضا الرؤية وجودة الصورة الموجودة على هذه الشاشة مؤخرا منحكي عن موضوع المزايا والخدمات الفنية اللي ممكن تكون موجودة بهاي الشاشة مثل أنظمة التشغيل والتطبيقات والآخره طيب غيث ما هي أبرز التطورات التي طرأت على عالم الشاشات الحديثة في هذا الإطار نحن بالنسبة لأننا بالوقت الحالي التطور عم بيكون سريع جدا فكان عنا باختلاف أنواع الشاشات الموجودة حاليا منبلش بالأنواع تدريجيا كان عنا أول نوع من أنواع الشاشات اللي هو شاشة LCD اللي هي من فترة قريبة جدا كانت نازلة ولكن التطور السريع جدا عم يلغي الشيء الماضي وعب يفرض الشيء الجديد شاشة LCD كان بتوفر جودة ودقة ألوان جيدة جدا ولكن زوايا الرؤية كانت فيها ضعيفة واستهلاكة الكبير للطاقة خلاهم ينزلوا الموديلات الأحداث مثل LED وال OLED شاشة OLED هي المستخدمة أكثر حاليا على جميع الشركات أو في جميع الشركات شاشة OLED بتوفر زوايا رؤية أوضح من شاشة LCD وفيها ميزات كثيرة مثل توفير الطاقة وكمان بتدخل فيه نطاق الفيديو السينمائي والسلاسي الأبعاد وإلى آخره وبالنسبة لدقة الشاشة تحديدا أي أفضل بيكون 4K ولا HD ولا فيه معايير محددة لكل واحدة؟ المعيار الثاني اللي حكينا عنه هو معيار دقة الشاشة اللي لازم نحكي عنه طبعا نسينا نذكر الشاشة اللي أصدرتها مؤخرا شركة سامسونج اللي هي شاشة الكيو LED اللي هي حاليا الأقوى وعلى دقة موجودة فيها هي 8K ممكن توصل ل4320 بيكسل بغض النظر عن جودة الصورة هاي رح نحكي عن جودة الصورة الموجودة على باقي أنواع الشاشات اللي ممكن نختارها أول شي عنا رح نحكي عن الـ HD اللي هو كان موجود سابقا أو بالأحرى رح نقول الخيار المناسب والبسيط لشراء شاشة بميزات عادية اللي هو بيحتوي على 720 بيكسل طبعا الخيار الأفضل والأصح على شاشة كبيرة هو الـ Full HD اللي بيحوي على 1080 بيكسل بعده عنا ظهر الفور كي عفوا اللي بيحوي على 2320 بيكسل ومن ثم الـ 8K طيب في مشكلة متى تؤرق الجميع غيا فهو موضوع المركات التجارية والعلامات التجارية المشهورة هل أنه أنا لما بدي أختار شاشة للعمر شاشة للمنزل أختارها بعلامة تجارية مشهورة معروفة؟ ولا هذا الأمر ممكن أن أحيي جانبا؟ يعني عبد الرحيم نحن هذا الأمر بتوقع في الوقت الحالي أو في حياتنا العصرية ما عد نفكر فيه مثل أول أول ممكن كنا نفكر نقول أنه رح أخذ شاشة أو تلفزيون يعيش معنا العمر أو سنة أو سنتين أو ثلاثة لا نحن حاليا التطور عم بيصير سريع فلازم نقتني أو الشركة اللي بتقدم لي المواصفات اللي بتخليني أستفيد منها أشتري منها أيا كان نوع الشركة المصنعة أو المركة يعني ما أحصر نفسي في موضوع المركات الكبيرة المشهورة اللي بيقدم لي الشاشة والمواصفات اللي بتخدمني رح يكون هو المنافس يعني هذا الكلام بيأثبته شركة هواوي مؤخرا بالهواتف الزكية فهي أثبت الجدارة بالمواصفات والتقنيات اللي عم تقدمها مع فارق السعر بين باقي الشركات نعم طيب إحنا تحدثنا عن التطورات التي طرأت على الشاشات وذقتها لكن بالنسبة للأنظمة الذكية التابعة للتلفاز والتي حولت من التلفاز إلى شاشة حاسوب فعليا ما هي أبرز التطورات التي طرأت في هذا المجال؟ تمام يعني بالنسبة لآخر التطورات هي ميزة السمارت اللي صارت موجودة على الشاشات مؤخرا بشتى أنواع الأنظمة التشغيل الموجودة إن كانت أندرويد أو الأنظمة الخاصة بالشركة المصنعة نفسها يعني ممكن يكون النظام التشغيل السمارت على الشاشة أندرويد أو ممكن يكون خاص بالشركة المصنعة على الشاشة تمام؟ فبغض النظر هو الاستفادة منه واحد يعني أول شيء السمارت تيفي رح يقدم لي الاتصال بالأنترنت تصفح الأنترنت مشاهدة يوتيوب بغض النظر عن باقي الخدمات اللي ممكن يقدم ليها مثل أبل ستور اللي أحسن أن أنزل منه أي تطبيق بدي أخباري إن كان أخباري أو إن كان تواصل اجتماعي غيات فيه ناس بتخاف من موضوع المركات خلينا نرجع لها شوي موضوع المركات والعلامات التجارية لأسعارها المرتفعة لكن بشيق عملي خلينا نحكي الآن بخمسمائة دولار ممكن أنا أشتري شاشة فيها كل الإمكانيات اللي أنت بتحكي عنها والتطورات اللي طرأت على عالم الشاشات الحديثة أكيد أكيد تقدر تشتري لأنه فيه شركات دوماً عم تنافس وعم تعطي مواصفات قوية بأسعار منافسة يعني بغض النظر عن اسم الشركة مع مراعاة كبر هاي الشاشة طبعاً والتقنيات الموجودة ولكن مثل ما حكينا ممكن نحن نشوف الأسعار متفاوتة بنفس أحجام الشاشات الموجودة ولكن تختلف جودة الصورة الموجودة عليها نعم طيب يعني مع كل التطورات الموجودة على كثير من شاشات التلفاز الحديثة إلا أنه فيه مشكلة يمكن صغيرة سونا عم نلاحظها مسألة جودة الصوت فشو الحل لتفادي هذه المشكلة هل مثلاً شراء أي أجهزة إضافية مكبرات صوت إضافية أم هناك حل في نظام الجهاز نفسه صحيح الشاشة اللي أصدرتها مؤخراً شركة سامسونج اللي هي شاشة الكيوليد عالجت فيها موضوع الصوت وخاصة أنه الصوت ضعيف بالشاشات ومن المساحات الكبيرة ولكن هذا الأمر حلته عن طريق معالج الموجود بالشاشة اللي بيقدر يدخل في جودة الفيديو والصوت ويعالجه ويحسن منه ولكن الأمر ما رح يكون جيد جداً في المساحات الكبيرة فلازم يكون فيه عنا أجهزة صوت خارجية لحتى تغزي المكان كله هل تنصح بموضوع الضمانات طويلة الأمد في عالم التلفزيونات الحديثة أم لا؟ أكيد عبد الرحيم بس مثل ما حكينا يعني موضوع طويلة الأمد نحن ما عد فيه شيء موضوع طويلة الأمد يعني التطورات اللي عبتصير مؤخراً أكيد ما رح تضمن لي أنه أنا رح أستخدم المنتج لأكتر من سنة يعني ممكن يكون فيه شيء مزايا تنزل جديدة تخليني أبد أستبدل جهاز التلفزيون الموجود عندي مشان هيك موضوع ضمانات مش مهم قد مهم أنه المواصفات المطلوبة تكون موجودة في الجهاز التلفزيون الخاص فيني نعم طيب أخيراً خلينا نحكي عن نصائح ممكن إحنا بالفعل نوازن فيها بين جهاز يكون سعره محدود وجيد لكن في ذات الوقت يقدم مواصفات تقترب من المواصفات العالمية تمام أول شيء رح نحكي بموضوع جودة الصورة الموجودة على أي جهاز التلفزيون رح أقتني لازم تكون جودة الصورة مناسبة لحجم اللي رح أخذه يعني مو معقول أنا أقتني شاشة بحجم كبير وجودة الصورة فيها ضعيفة الأمر رح يكون مو متوازن لازم نوازن الأمر على حسب حجم الشاشة الموجودة عندي فيه خدمات كتير قدمتها شركات إضافية موجودة على بعض الشاشات مثل الخدمة اللي قدمتها شركة سامسونج مع الفور كي قدمت خدمة تقنية صغيرة أو ميزة إضافية اللي هي الـ HDR أو الـ Ultra HD أو يعني فيه كتير مزايا ممكن نأخذها إضافية مع الفور كي مثال فلذلك لازم يكون الأمر متناسب بين حجم الشاشة ودقتها وجودة الصورة أخيرا شكرا لك غياث ونقول في هذا الإطار أن الموضوع المالي في اختيار الشاشة حسب المتطلبات والله أنا أريد شاشة كبيرة أدفع فيها أكثر طبيعة التقنيات الموجودة في هذه الشاشة شكرا جزيلا لخبير التقني غياث عمري على أدفع شكرا جزيلا شكرا